يدا في زون ميكس بلتحقوا بين ضيوفنا اليوم نبدأوا من يميني السيد منجي ببراهيم سيد منجي نحوالك شكرا برك الله وفيك الاستضافة أخي سيدنا نعم بالله نترحب الإستار إذاعات والتحليلات ما شاء الله والتلفزات والتلفزات بيصير نتعلموا منهم برشة حاجات واذي الحاجة الباهية اللي سكي هو وقت لي تبدأ قاعد بحثة ناس وتستنفع من برشة أشياء ذي حاجة ما تكون كان مهمة ومهمة جدا لتقدم كرة القدم في تونس إن شاء الله أيضا معنا اللعب سابق ترجمة تونسي سامي العروسي سامي أهلا بك أهلا بك مرحبا بسلام مرحبا بجميع معنا سيمونزي وأخونا وليد ما انت إن شاء الله تعدي حسة طيبة وانتصار الترجمة إن شاء الله بطبيعة أكيد يحبا معنا أيضا زميلنا الإعلامي في غانات الزيتون مزال زيتونة ولا لا؟ وإيق فتاو إن شاء الله وإيق فتاو إن شاء الله يا عيشك سلام أعطيك صحة ونشكرك على الاستضافة المرة الثانية حاضر معاكم بنفس التشكيلة نفسها؟ نفس التشكيلة في سلمونجي في إبراهيم ونحب نقوله العفو إحنا اللي نتعلموا منه من الخبرة متاع وكيد في الميدين وفي اللوني بول يلعب فيها سلمونجي كوسوا في تونس ولا في سويسرا زيدا ساعل بالشباك سامي العروسي كالعادة وحاضر وإن شاء الله عند يوم بعضنا حسة ممتازة كالعادة سألتك على البرنامج، ما هي الأمور؟ زيتونة سبورة؟ هاي عندك برنامج أخر؟ لا تفاو فورلم أمور المشكلة كيما موجود تاو في التلفز وكل مشكلة مادية بالأساس معلقة السلم فما مشكل متاع مادية إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل فاهم أمكانية نرجع ولا بذلنا والله سعيب سعيب، نقول لك السنين سعيب حتى من حيث الوقت بشترجع معنا فاليوم إحنا في شهر مارس اشتر السيزون وقولوا تعديد سعيب بشيكون نرجوع السنين لكن إن شاء الله نحن نرجعوا ونصصوا على قاعدة السنين إن شاء الله بيحاول اللي إن شاء الله بتوفيق وديد إن شاء الله إن شاء الله وإنا نحب نشكلك اللي نشكلك أنت خاصة السلم اللي كل مرة تذكرني وتعايف إن شاء الله تراحها حتى الحصة اللي فاتت بارشة ناس أشدوا بك خوية، لنحب بيحاول نحب بيحاول نحن نحن نحكي على مقابلتنا اليوم بين الترجع والزمالك إن شاء الله بتوفيق بمثل كرد قدم تونسي ونبلي معك سين منجي كلمة عامة على الماتش أكبر من تخلو في التفاصيل بعد شواء وهذه فرصة للترجع الى تونسي لتأخذ الربانش متاع والي أنا في سنة براسك 4 ماتش ضد الزمالك لكن تفكروا في السيبر كوب والليك دي شامبيون وإذا كان مش الزمالك اللي ربحت تسك الترجع ما كانش في يومه نهرتها هذك علاش اليوم لكن اليوم هذي فرصة للترجعين الكل بيش يحظروا بيش يشوفوا اللي ترجع الى تونسي نجم يستفيد بالمباراة هذية وإن شاء الله فوز ثمين وثمين ضد جداً للترجع الى تونسي اليوم ضد فريق الزمالك اللي فريق الزمالك اليوم من المستحسن الترجع الى تونسي تصير لليميناسيون تاع زمالك منتوى لأن عنا زاد مولودية الجزائر اللي نجم تكون لأن زمالك عمال تمشي القدام تنجم تقلق الترجع الى تونسي اليوم ادفرسير مهم ومهم جداً يلزم إذا كان ثم فرصة باش تصير الخروج متاعه عن طريق الترجع اليوم إن شاء الله بقدرة الى الترجع نجم يفوز بنتيجة عريضة إن شاء الله سامي مقابلة سعيبة زوز في رق كبار الزمالك والترجع الترجع في وضعية الحمد الله معنا نجم نقوله في وضعية طيبة مانتها ميش خايبة مالي ركت موج دد مقابلة بستة نقاط نجم تليميني كما قال سيبر نجم تليميني الزمالك اليوم إذا كان ربحتها اليوم تصل مع المولدية اللي بش تكون معانتها لاني بتكون حاسمة زادة في التأهل متاع فريق فريق من زوز الزمال يعني بش تقلق شوية آآ ان شاء الله تكون مقابلة كبيرة اللاعبين الكل حاسين بالوضع ذاية جماهير حاسة جدا ما ممكن تعليق الجماهير في رادس هو اللي بيرتير با شوية اللعبة معانتها بش تخليها يعني كما اقول واحنا بيكلو بش تخليها معانتها كما هناك كما ظهر لي في مصر ويمكن حتى في مصر يمكن اعطوهم جمهور لا واعلم لكن آآ ان شاء الله تروى بوان آآ نحكيه في التفاصيل التكتيكيا بعديكا وكيفاش قلوها معانتها آآ نتمنىوا الحسم يكون اليوم لانه آآ اي نقطة هثامينة في المقابلة ان شاء الله وليده يبدو أنه عندك تشكيلة رسمية ايه تشكيلة الترجل يذي التونسي نسبة تسعة وتسعيل فيلمين في انتظار الصفحة الرسمية ثابتها لكن متأكد ان التشكيلة بش تكون هكا آآ فاروق بن مصطفى حارس مرمى حمد النجيز علي مين ليس شتي علي سار عبد القدر بدران محمد علي ياقوبي في محور الدفاع محمد علي بن رمضان فوسيني كوليبالي عبد الرؤوف بالغيث توقي بش يكون علي مين حمد الهوني علي سار وبسيط عبدول بش يكون هو قلبه هذي تشكيلة كما قلت لك تسعة وتسعين في المئة هذي على قليلة تشكيلة بخيني اخو من عند الكلمة علمات شو باطلا نعلق عليه المقابلة كل عادة ديربي مش بش يكون سهل عزوز في رقق معناتها سلام وديربي بذكريات المقابلات تاع عمناو اي بصراحة لزمالك كان انت صار على التراجي في السوبر ثلاثة هداف مقابل هدف انت صار في القاهرة في لقاء ذهب في دور باني هيك كيف تلاثة هداف مقابل هدف والتراجي فاز واحد صفر في رادس لكنه ما تبكنش بش بش يتراجع نقول عمناو الزمالك ما كانش اقوى برشة من التراجي لكن في المقابلات ربما صارت اغلاط خاصة في لقاء ذهب في ربع نهاية وقت التراجي بعد الهدف الثاني ملعبية خرجوا من المقابلة وصار الاقصاطة محمد علي بالرمضان ملعبية بلغتنا نحنا كما نقولوا تخمروا الهدف الثالث نذكروا كيف يجيه في دقيقة الاخر هفوا من شمس الدين ذويدي وضربة الجزي زمالك ما كانش اقوى برشة من التراجي سنة ظروف مختلفة شوية وهذه حتى قناعة في التراجي نفس محكوى نقول لك نحنا خرجنا رواحنا من الماتش ركزنا مع الحكام مكفى من البرشة الحكام بسراحة معنا تردوين جايد عمناو مظلمش التراجي برشة معنا نقول لك بعد الهدف الثاني اثير في الكورة تعرف عليش وليدة خطر ادخلنا للماتش انو الحكام مذاك الكاف مستهد في التراجي والكاف اللي باش تعملنا حاجة اقل حاجة ركزنا مع الحكام الملعبية يتحو فيها في اللقاء اليوم زي دخلت الحكام اليوم حكام عنده خبرة ونعرفوه برشة في تونس نحكي على جاني سيكازوي دونك الملعبية لازم اتركز على المقابلة مقابلة منهيش سهلة على الزوز في رق تراجي عنده الاليات باش يعمل مقابلة بها وباش ينتصر لكن الزمالك كيف كيف عنده لاعبين عندهم خبرة افريقية كبيرة عندهم ملاعبين دوليين في المنتخب المصري في المنتخب المغربي يكي نحكي على ابو الشرقي ومنتخب التونسي يكي نحكي على فرجاني السيسي ونحكي على حمزة المثلوسي اللي عنده ثلاثة مقابلات يلعب السيسي مع الزمالك لكن رغم هذا اسلام فما بعض المشاكل في الزمالك مرشة مشاكل تعفلوس خاصة تعفلوس فما مشاكل حتى داخلية حيرست المرمى نعرفو الحارس للسيسي محمود ابو جبل في الفترة الاخرة صارت له مشاكل مع فتشيك وهو مش قاعد يلعب ويبدو انه اليوم قنج زادا بشيكون هو الحارس الاساسي مشكلة على الخطايا كيف كيف في الزمالك ازمة شيكابالا والفلوس تعالى سبورتيك لاشبونه اللاعب الغاني اشيبونك زادا كيف كيف فما مشاكل تعالى فلوس الوضعية غير مستقرة بعد خروج مرتضى منصور الوضعية غير مستقرة خاصة ماليا وإداريا في الزمالك وان شاء الله احنا ان انتصار للتراجع يدي للتونسي بحي نبدو نعرقه على التشكيل اللي اعتقدنا مشكول وليد غرفيلا سلمونجي متوقع شنو لايك فيها هذا الامثل خاصة النقاط اللي هو الديفونس والقارديان واضح لكن تقريبا النقاط الخلافية كانت في وسط الميدان والهجوم بوجود قتل وليد كوليبالي برومفان وغايلين عبد روف بالغيت غايلين او مش مفسر لك لبما تفسير صغير ونعطي الكلام سلمونجي باعتبار انه كان بعاقب ثلاثة مقابلات في البوتولة ضد تونغيث السنغالي سلمونجي لعب بثمانية وثلاثين دقيقة فقط وخرج مصاب كانت تتذكر وقتها كان من المفروض بش يلعب في في الزير ضد ملدية العاصمة لكن جيت ونجين وقتها في النزل ملعب جزادة ضد ملدية العاصمة معناتها في فترة يمكن شهر شهر ونصر عنده في سقيه كان ثمانية وثلاثين دقيقة يمكن هذا التفسير في المقابل روف بالغيت بداية يرجع شوية في الامكانيات متاعو مع ترجي في الفترة الأخيرة يمكن هذا التفسير اللي نلقاه هنا من يشفن هو معين انا منظنش اليوم مباركي ما مبارك اليوم ما نشفش لعب احسن تشكيله متاعو اليوم في مبارها هذية لكن انا نقول حاجة نقطة استفام الوحيدة اللي خايف منها سك على كوليبالية خطر بعد ساعات يكثر ياسر من لعب جولاتيرال ما ينفعش الهجوم طاعت الرجل يذي تونسي وذي الشي الوحيد المتخوف منه برشا لكن اليوم كتشوف انتي البنك ومن حقه رو موعين بش يعرف كيش يتعامل معه أنيس البدري أنيس البدري لازم نستعرف رو من شهر اكتوبر ما عندوش فريق ويكي العب في الاتحاد السعودي العب معناها أربعين دقيقة في حدش المباراة معناها ملعبش برشا حتى ساعة ونص ملعبش دونك بشوية بشوية يعقع الدموعين يعرف كيش يتعامل معاه لكن المهم والأهم هو يلزم تكون حذاري من تلوع متع نجاز سان سوربريز لأنه إذا كان يطلع وفريق الزمالك سيرتان ما بش يبني برشا على زمالك وشتي لكن اليوم الحرس المر ما عندو فرصة زادة بش يعرف كيش يدريج الدفنس متاعو تونشوفو والحاجة الباهية سكوا مبعد كيش يدخلوا الملعبية هذوما كيما أنيس البدري والملعبية اللي بش يدخلوا والساسمو متاعنا غايلان الشعلاني سيرتان ما إن شاء الله يدخلوا اذيكا رزولتات بوزيتيف علشان قبيلة قلت الترجي مش الترجي زمالك اللي كان في فترة باهية في المباراة الأخيرة سي بلوتو الترجي من يجميلهم كان نفسه اليوم مش يبني على النتيجة هذية لأن الترجي لا بزوان دوسي ماتش لا أنا نتفكر ماتش اللي انكرويابل والله انسيت خوي ساميك أن انتي كنت موجود وقتها آآ وقتها ضد الهلال السوداني في آآ في تونس آآ ترجي نهزم 2-0 ونهزم هنا واحد سفر دجا وصارت برووكاسيوم البنك هذا يعليش نقطة ومعادش فيها تكتيك ولا فيها ماتش معين شعباني ذاك معين شعباني ساعة والله نهرته ولا راس حربة وفات المبارأ خمسة واحد معناها يوريك اليوم الترجري دي تونسي يعرف شنو اللي عنده اليوم كامكانيات وبقدرة ربي إن شاء الله فم فوز ثمين اليوم إذا كان يعرف كيفش تعامل مع الفرص اللي بشجيه سورتوه نحبو لنكره زمان ك اندوت كيما قلتو بالمشاكل اللي عندهم مش يلعب با سرتين مو يلعب الكنتر خاطر بش يخلي امتلاك الكورة للترجري تونسي باش حاول او كاو اين بارد دبال باش يصير الكانتر وعندهم لجوار ده كانتر. دونك سا بو فنكشوني لكن التراجي جو بان اتودية الفريق الزميلة كذيه في في تونس ان شاء الله. باي بش نجيك سامي نحكي وعدت الخط الامامي والتشكيلة اللي تلي فليه في البشيابت لك اقبال لها انا عندك مدعال لقولي. باي تفضل خلال. باي تفضل خلال. اي 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 حسب التشكيلة او بش فيها مفاجيات اه قلنش كما قلت لك سلام في حراسة المر مع اليمين حفظ المثلوثي فتوح على الجهة اللي يسرى وهذا لاعب شاب صغير باتباط. ابو الفتوح حاجة اي 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 فتوح احمل فتوح فمت ذا لاعب صغير وشاب ما زالك يبديه يلعب مع زمالك. اه المفاجاوين في محور الدفاع محمود علي ما يلعبش اسلام يلعب الونش ويلعب محمود عبدالغني الونش ما زالك يراجع من اصابة اللي حتى اليوم هو محمود عبدالغني في المقابل محمود علي اللي في العادة هو اساسي بش يكون على بنك الاهتياط. تارق حامد فرجاني اساسي اه ثنايا ذاك معروف في وسط الميدان. اوباما اه رقم عشرة زيزو علمين وبشارقي علي سارو المفاجاة هي حميدة حدات اللاعب المغربي هو اللي بش يكون اه. ما هيش مفاش اهبات المتوقع كانت بين وبين لاتاك واحد اخر جابوه جديد نسيت اسمه. ايه. ما كانتش مفاش اهبات. مروين حمدي ايه. كان بينتهم الاثنين ابنامو. كانت بينتهم الاثنين وكان زادنا فهم احتمال انه وباما يكون مهاجم معه. مهاجم سخيح. واليوم الاختيار تم على حميدة حداد اللي هو رأو لاعب ممتاز وينجم. متوسط. ما هوش مصطفى محمد اللي كان عبناء. سخيح. اتحاد بنجردين على لويس موسيمي. الثلاثي الخط الامامي وانتي لمهاجم السابق وتراجي تعرف جيدا من طريق الشيباك كما نقوله. اه. توقي عبدالباسط وحمدو الهوني. حمدو الهوني عائد من اصابة تقريبا. اه. نستقل مقابلات بعيدا عليه شوية. اشكالك في الاختيارات هاذ. هو رؤوا الخمسة اللي قدام اللي موجودين البدري. الاخنيسي. التوقي وعبدالباسط. والهوني. يعني الخمسة ذوم من. نجم تختار منهم. تلاتة اللي تحب ما هذه. نجم تختار تلاتة. نجم تحط البدري الهوني توجي تحط البدري الهوني عبد الباصل الخنيسي نجم تبدأ بو الاختيار كان على اساس لانترومان طيحهم على اساس الحاضرية طيحهم في الميدان نظن حسب ما نشوف انا اختياره على البدري يمكن اظهر امكانيات بدنية اكثر من البدري نجم في التنقل الدفاعي نجم يعاون برشا مرات نشوفوه حتى يعني يوصل حتى يرجع حتى مقابلة اليوم هي مقابلة هام الحضور البدني يزم يكون حاضر كبير برشا خطر في الاربعة تلاتة تلاتة ولا الاربعة واحد اربعة واحد ديما بش تتخمم بش تعمل التفوق العددي القدام التفوق العددي يعني بش تتاكي بتلاتة مهاجمين لديكم العاديين وبش تتاكي بدو بيفو اللي هو بالغيث بالرمضان اليوم وبالغيث اكثر هجوم من غيلين نكون نتصور بش يكون معانت القدام برشا تزيد تتاكي بش لعب الوجوم تاعك مع اريير يا ايمي لايسار يا الزوز مبعضة بمرات نجم يطلعو لك الزوز يعني بش لقى روحك تلعب ستة سبعة مهاجر القدام اختر حاجة في اللعبة هدية ولا في الاربعة تلاتة تلاتة اختر حاجة كي تخسر الكرة ترجي اليوم يزموه يكمل لك سيوم خطر في تلاتة حاجات في الكرة يا تخسر الكرة يا تكمل يا تكمل بتوش وإلا الكرة البرة اضمت تلاتة حاجات اختر حاجة منهم تلاتة انك تخسر الكرة اليوم ما يزموكش تخسر الكرة خاصة انه ويكيب تعملك كما قلت نجم عملك البلوك بقى هو عنده يعني اكثر عدد اكثر عدد تحت تحت الصونترم تاعك انت ديما نقص تلاتة نورمال مو نقص زوز اكثر عدد معا يكيب تكنيك معا ديفونس ومليو دينا يلعبوا مع بعضهم ينجمو يدورو لكورة ونجمو يرجعو لكورة ينجمو يخرجو لك بكورة نظيفة ونجمو يجيوك يجري وكيما قبلنا بنتويت عمناول مع الزمالك ولا يجيك الان كونتر مع الدفاع متاعك وهو الدفاع متاعك يبدأ بالظهر اذيك يعني حاجة مخترة برشا نتصور اليوم هجوم التراجي هجوم باي مش غايب يعني كما نقولوا احنا ما يزموكش تخسر كورة يلزم اكثر حاجة انك ما تخسرش كورة بيت مو واذا كان خسرت كورة يزمك تفكها يعني في مخك يزمك ترجع فيه على الحالة الدفاعية على خطر لو كان خرجت الكورة من برتي معينة تخرج اذا كان خرجت من اليمين ومشت للوسط وعملت يعني كما نقولوا احنا خرجت من الزون اللي بشتعمل فيها سيرنونبر خرجت للزون لاخرى نتصور بشكون دونجوري كبير برشا لانه احنا في الدفاع زي درزان شوية يعني نجمو يقول احنا من نجمو يش نسكروا التيران كل على خطر ديما اذاك ان بي فو واحد ديما بشتلقى اللرجير متاع التيران محلول وبش يخلط الكوفري سيرتو للياي ويجي كونكورس ما تنجمش تخلط يعني بش تكوفري التراجي اليوم هجوميا يزمها تسجل ومطالبة بالسجل كما قلت لك لبالاريتي زادة توغي وعبد الباصط قويين برشا لنجمو نربحهم في لبالاريتي زوز يعني هجوميا نجمو يقول لك اللي تخوفني شوي منو عبد الباصط كي يخرج البرة تيكنيك ما حسب ما شفت انا ما هوش اي نف دمي ستا نف في يعني ما نزموش نخسروه البرة في خسرين الكورة وما نزموش نخسروه زادة البرة في كي بيقول وحنا في الفور في زيك انتاعو يزمو يقعد ينجم ينجم تكتيك ما ينجم يرجع لك كما نف دمي ينجم النجيز يخذ لك يمين هني الانيماسيون الفنسيف بتاع المدرب هي اللي تنجم تعملك انفوي ليراو ينجم يعملك انفولي يسرتو كان الزمالك لعبت البلوكبا ينجم يكون لك النجيز مرات تشوف انت استحبال رشك ليه معي الثوغير انفاء اه ما سكني يقول لك اللي لعب عليمي فيما سكني يقول اللي يحب يلعب اه واي اسمعي سوان انت مرات تفرج في البرسة تقول الساسمو البريزيلي غالفز تقول عليش في الكورة في قانون الكورة تقول شبيه ديما ديما في قانون الكورة في البرانسيب انه كي تبدأ الكورة عندك ناجم تتاقي كي تخسر الكورة يزمك ترجع تفك البرسة دي ما الكورة عندها احنا لو كانت استحفظوا على الكورة لليير دروام تي عنا النجاز ما خلهوش يعمل ليفور فيزيك بش يرجع اذا كان نحن نقعد ومستحفظين على الكورة يناجم تجي معا الكورة تخرج من اليمين تناجم توصلي ليسارو تناجم ترجع يناجم يقول لك هو يعني تناجم الدخله وتناجم تعمل انفو معا انفورة تاكون العالمين وانأعملها مو حين بارشا امرت المرزوحي ترجع اللé before 2 يعني في الاني最 مخصره هنا ويت Felipe حسابة نقول لك يا عدان مجز في زوجه قوية بارش الأول وخرج قط Cash كونتر إلي فى الثيارة فى الزيف في الأشياء بارشاق يعني في الاني يمصر نHyció ésafe نتصور اللي شوا اللي عن موعين بارشا بارشا عنده وحاجة واحدة برك نركز عليها إنه في خسارة الكورة يلزمنا يعني التنقل الدفاعي يعني يجب يكون ربيد سير بلاس وين خسرت الكورة وإلا ترجع بالليفور فيزيك ترجع بسير نومبر التالي بس تنتخسر بش ما تخسرش التيران تيحك اليوم خوي سامي يلزم ستريز امبرتان العمل المتاع باسيت كي ما قال خوي سامي دو تترين وين ستاسيان ويلزم يكون لمتر دي ديزو متر خاطئ كي يخرج هو يليليميتي تكنيكما بش يجيب الفرق هذه الحاجة اللي تكون باية وعجبتني الكلام تاخوي سامي على الفينير لأكسيان وذي مهم برشرة وبعد ساعات الناس تبدأ تحكي في حكايات اللي الكورة راي مهيش صعيبة لكن ثم قراءة وثم كولتور ثم كلمة قالها قبيل اخوي سامي قال يفو فينير لأكسيان عليش خاطر يبانس او ربلاسمنت دو لا ديفانس بور نبا سوبر لجو خاطر كون تسوبي لجو تنجم تسير غلاط في عشرة حاجات تنجم تسير غلاط وذي هي اللي لازم تكون لديتاي هذوم الجسئيات هذومة يكونوا انديتاي تريتري ستريز امبورتان ضد فريق كيمة زمالك اليوم ان شاء الله وليد اخر مواجهات الزمالك كان فيزعة تراجي حاجة هذي تجدكم مدافعة للزمالك وإلا بالعكس تكون مدافعة تراجي تكون مواجهة ثقرية والله شو انا الحكايات هذومة الحقيقة لسلام الكورة روما ما نقولش بهم برشة كل ماتش وكل مقابلة عندها الحقيقة متاحة سعيها ربما اليوم تراجي بش تدخل قولوا احنا بدافع ثاري بش تأثر من نزوز اخسارات متاحة عمناول زي مالك المصر اكيد عنده بش يكون اسباقية معنوية ولا نعبر عليها بلصاندون بسيكولوجيك معناة في اللقاء نتاع اليوم لكن كي ما قلت لك اليوم المقابلة انا تصورها سعيبة عزوز فرق لكن ما هو الحاجة اللي يمكن تعمل فرق اليوم السلام انا نشوف في البنك انت عزوز فرق يمكن نلقى بنك التراجي في هنيس البادلي في غيلان شعلالي في طه يسير الخنيسي في ربما المرزوقي او عبد الرحمن مزيان معانت الكاليتي معانت تصميتلك ملعبية راوها الزين 2018 وال2019 للشامبينز ليج اليوم موجودين موجودين على البنك في التراجي خليل شمام معز بن شريفية معانت ناس عندها تاريخ في فريقيا ومتحصلة على القاب في المقابل كي شفت بنك زمانك الحقيقة ما عندهم شكل الملعبية في نفس المستوية الملعبية الاساسيين بتاعهم ربما بستثناء محمود عليه مدافع المنتخب المصري كما قلت لك بش يكون على بنك الاحتياط البقية وليدات صغار ما عندهمش الخبرة الافريقية ولا المستوية معانتك بش يدخلوا بش يغيروا من نتيجة لقاء لكن كي بقلت لك اليوم التراجي بدافع ثارية زمانك للتأكيد هذا ينجي بكون عنوان للمقابلة وان شاء الله معين الشعباني يعرف كيفيش يكون محذر بلون جو معانتها اللعبية متاعه وواضح بش يلعبوا بيه وان شاء الله زاد يكون محذر كيفيش بش يتأقلم مع كل وضعيات المقابلة نعرف ترجي كما تنجم تمركي هيا لولا كما تنجم هيا تقبل عادي هذا في كورة القدم ان شاء الله معين شعباني يعرف كيفيش يتعامل مع كل الوضعيات وهو ستاف متاعه يكونوا محذرين رواحهم لكل وضعيات في تقرير أعد زميلي محمد بالسعيد نسمعه بعد شوية لكن قبل هذا موزيكا وبعض رجعين